ميزة جميلة جدا في الواتساب هنتكلم عليها النهاردة. ازاي ان احنا نقرأ رسائل الواتساب اللي جات لنا وما كانش فيه امكانية ان احنا نقرأها. ازاي تظهرين الرسالة دي مرة ثانية عشان خاطر نقرأها ونرد على اللي جايانا منه الرسالة. هنروح بسرعة للشرح بتاعنا عشان ما نطولوشها لكم تابعونا النهاية الفيديو. هنفتح الضبط. من الضبط هتجيب الاشعارات. من الاشعارات هتجيب الضبط المتقدم. من الضبط المتقدم هنعمل حاجة ان فعل ازهار زر الغفوة. ازهار زر الغفوة. وده زي المنبه لما بنعمل زر الغفوة ان هو لو رن واحنا طبعا ما كناش شايفينه او نايمين بيرجع يرني مرة تانية. ده نفس التكرار في رسائل الواتساب. ان انت بمنتهى البساطة لو ما شفتش الرسالة جاهلك من الواتساب هترجع يزهر لك الرسالة دي مرة تانية بها الكساس ان انت ما شفتهاش وتقدر تفتحها وترد على صاحبك اللي جايلي من الرسالة. اتمنى تكون ان شاء الله استفدتم من الفيديو. طبقوها. وارجعوا لينا في الكومنتات لو عجبتكم. وان شاء الله نقدم لكم كل مها جديد. والسلام عليكم ومحمة الله وبركاته.